السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتمنى من الله عز وجل أن تكونوا دائما في دوامي الصحة والعافية في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم لكم معلومات قيمة وفواد صحية مذهلة لورق الغار ويسمى أيضا ورق الغار بورق اللورية أو أوراق موسى وهو ورق لشجرة الغار دائمة الخضرة وتتمثل هذه الأوراق في جزء مهم من عالم الطهي وفي الطب البديل وفي الطب الشعبية منذ ألاف السنين حيث يتم إضافة أوراق الغار في الحساء وبعض الأطباق متابعين الكرام لأوراق الغار الكثير من الاستخدامات الصحية المذهلة ففي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أبرزها إن شاء الله فإذا نالى هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله وإليكم في التقرير التالي أهم الفوضة الصحية لأوراق الغار فتابعونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة في حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب وهذا لاستخدام اكثر امهن القيمة الغذائية لورق اللورا فيتامين سي تعتبر اورق الغرام الزران غنيين بفيتامين سي اذ ان مات غرام من اورق الغرام الطازجة تحتوي على 46.5 ملغرام من فيتامين سي الماء يعادل 77.5% من الكمية الموصبها وهذا الفيتامين يعتبر احد من الضوط الاكساد القوية التي تخلص من الجذور الحرة في الجسم وفي تقوية الجهاز المنعي فيتامين اي تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين اي اذا ان مات غرام من اورق الغرام تحتوي على 6.185 وحدة دولية اي ما يعادل 206% من قانون التمييز العنصرية ويعتبر واحد من ضدوط الاكساد الضورية لصحة البصر وللمحافظة على صحة الجلد والاغشها المخاطية يحتوي مات غرام من اورق الغرام على 180 ملغرام من الحمض اي ما يعادل 45% من قانون التمييز العنصرية علما ان الحمض مهم لتركيب الدي اني للجنين خلال فترة الحملة اضافة الى انه يمنع صوبة الجنين بالعيوب الخلقية فيتامينات اخرى في اورق الغرام وتحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين باء المراكب كالنياسين وحمد البانتوثيانيك والبيلودكسين من الفيتامينات اللازمة للتوليف الانسيمية ولتنظيم عملية التنثير الغذائية في الجسم الزيوت الطيارة تحتوي على العديد من المكونات النشطة الطيارة المثوبية بينين وكيوبينين وينالول والسيمين واليوجنول والكافيكول وميرسين وتربينول والليمونين وهذه المراكبات تتمدلي خاصة مضادات الاكسادة والمواد المطاهرة المعيدن وتحتوي على العديد من المعيدن مثل النحيس والكاليسيوم والمنغنيزة والبوتايوم والزينك والبوتاسيوم المسؤول عن التحكم بضغط الدم ومعدل نبضة القلب والسلينيوم والحديد المسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء استخدامات ورق الغر زيت ورق الغر يستعمل زيت ورق الغر في الكثير من المجلات العلاجية حيث يخلص من أعراض الانفلونزا وفي علاج علام العضلات والتهاب المفاصل شاي أوروق الغر يتميز هذا الشاي بقدرته على تخفيف الألم الناتج عن قرحة المعدة الأوروق المجففة وتضف إلى مختلفية الوجبات كأحدى المنكهات أو البهرات تطرد الحشرات ليحتويها على مادة تعرف باسم حمضة اللوريكا المسؤول عن طردها ومن أهم فويدي ورق الغر المذهلة يخفض مستوى السكرية والكورسترولة في الدم إلى مستوىها الطبعية وذلك ليحتويها على مضضات الأكسادية التي تزيد قدرة الجسم على إنتاج الأنسلين مما يجعله علاجا ملائما لمرض السكرية من النوع الثاني حيث يجفف ويستهلك بشكل يوميا لمدة شهر يعزز عملية الهضمة وتساعد على علاج الطرابات الجهاز الهضمية من ثوء انتفاخ البطن والإمساك وحرقة المعدة وحركة الأمعاء غير المنتظمة إذ يمكن شرب أشياء ورق الغر الساخل للتخلص من هذه المشاكل ليحتويها على الإنزيمات التي تقلل تكسير البروتينات ومن الممكن استخدامها لعلاج عسر الهضمة بإضافة خمسة غرمات من الأوراق إلى قطعة من الزنجبيل وغليها في 200 مليمتر من الماء ثم إضافة العسل إليها ويتنويلها مرتين كل يوم ورق الغور يحمل قلب من النوبات القلبية وتقيم الإصابة بالسكتات الدماغية لإحتوي على مويد قيمة مثل السلسيلات والمغذية النباتية وحمد الكافيكة والروتين التي تحسن صحة القلب وتعززها حيث هنا الممكن غلي ثلاث غرمات من أوراق الغورة مع أربعة غرمات من الزهور البرية إلى 300 مليمتر من الماء إلى أن يصبح الماء 75 مليمترا ثم يصف ويشرب ورق الغور يكافح عرض الإنفلونزا والبرد والإلتهابات والرشح والسحيل ويخفف أليم الروماتيزم والمفوصل والأليم العامة كالصدوع العادية والصدوع النصفية ورق الغور يقع ورق الغور بأنواع متعددة من مرض السرطان لإحتوي على حمد الكافيكة والإجنول والكيريسيدي ومضادات الأكسادية التي تمنع انتشار الخلايا السرطانية ورق الغور يسادل تنظيم الدورة الشهرية كما يعالج الإفروزات المهبلية ويسر عملية النوم ويقيم الإصابة بالهرقة فوائد ورق الغور لصحة البشرة أولا ورق الغور يؤخر ظهور التجعيد ويساعد على شدي الجلد ثانيا يساعد ورق الغور على التامع الجروح الناتج عن لساعات الحشرات والدغيات الأفعية والجروح والكدمات لاحتوى ورق الغور على مضادات البكترية ومضادات الفطريات فوائد ورق الغور العظيمة لصحة الشعر أولا ورق الغور يعلج تسقط الشعر ويخلص من قشرة الرأس ويخلص من القبلة ويقضي عليه متابعين الكروف إذا استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل إقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى نتمنى لكم دائما دوامي الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر